بسم الله الرحمن الرحيم من العقاد في السجن الحكاية ان العقاد كان عضو مجلس نواب وقتها وكانت مصر عملت اول دستور له دستور 1923 اللي كان من اهم نتائج ثورة 1919 في الوقت ده كان في محاولات نجحت للأسف في الغاء الدستور 1923 في الوقت ده العقاد دوقف في البرلمان مدافر عن الدستور اللي كان عايز يتغيره الملك فؤاد الاول ابو الملك فاروق وكان هو بينقشه هو اصلا العقاد كان تصادمي عشان تعرفوا يعني شخصيته وقفوا قال في المجلس ان الشعب المصري يصحق اكبر رأس في البلد از ما احترمتش الدستور طبعا مين اكبر رأس في البلد الملك فؤاد فصاحبنا اتحول للمحاكمة يوم 8 ديسمبر 1930 بتهمة العف في الزات الملكية والدوله 9 شهور المصرين في الوقت اللي زيدة لما واحد يتسجن جدع بيقولوا عليه السجن للجدعان وفي حكايتنا دي بالذات كان عندهم حق تحياتي احمد فاروق